السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم شرفتونا اليوم في مركز الشيخ محمد بن خليفة هذا المكان عزيز وخاص بالنسبة لي أنا في بوظبي وأشكر القائمين على هذه الفكرة الجميلة الراقية أن نكون اليوم في هذا المكان أتشرف اليوم بالتواجد في مهرجان العين للكتاب في نسخته هذه العام وأشارك في جلسة عن قامتين عراقيتين غاليتين غادرة مختلفين وراءهما إرثا تريا هما الشاعر كريم العراقي والمطرب ياس خضر الله يرحمهم الذي جميعا من العراق والفن والإبداع ومحبة الإمارات وانتهت الفرصة لتقدم بشكل جزيل مركز أبوظبي لللغة العربية ودائرة الثقافة وكل القائمين على مهرجان العين للكتاب لدعوة صانون الملتقى الأدبي لمشاركة في هذا العرس الثقافي الذي يتجدد وتطور عاما بعد عام في رحاب مدينتنا الجميلة العين دار الزين كان الياس خضر هو صوت الأرض وكان كريم العراقي هو شاعر الذاكرة العراقية النهر الثالث للعراق أن يفخر بما بهما فنحن اليوم في حضرة غيابهما على حد التعبير محمود درويش فالمبدع لا يموت وانغادر الحياة بجسده فروحه تظل موجودة في كل ما خلفه وعندما قدم صاحب السمو الله يحفظه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله نعيا للشاعر كريم العراقي الذي حب الإمارات وحبته الإمارات وأشاء الله أن يودع الحياة على أرضها كان هذا دليلا على كيف في الإمارات تقدر الإمارات في المبدعين فظهور المبدعين في أمة مدعاة فخرا وسعادة يقول ابن الرشيك كانت القبيلة من العرب إذا نبغى فيها شاعرا أتت القبائل تهنيهم كما تشرف اليوم استضافت عازف العود الدكتور المحترف والموسيقان العالمي الدكتور نصير شمى العراقي والعربي أحد رموز الموسيقى الأصلية لتحدثت اليوم عن العلاقة الوطيثة التي جمعت الدكتور الدكتور نصير شمى بالراحلين الكبيرين السادة طبعاً لما فكرت كيف أعرف الدكتور الموسيقار الكبير نصير شمى حبيت أول أختار فقرات من التعريف طبعاً في غنى عن التعريف ماشاء الله تبارك الرحمن صرت يعني يعني تخلي الإنسان دائماً يتمنى أن يكون تدرب من من إبداعك الجميل الراقية يقول تعلمت أن أخدم الفن حتى أستطيع أن أخدم الجانب الإنساني بشكل أكبر كما أن راحة القلب أهم من الملايين والله ملحنا الفهوبة لنكون قريبين من الناس لا لنزيد أرصدتنا في البنوك أحبيت كلامك الدكتور أحبيت أشياء ثانية في الدكتور أخترع عدة طرق للعزف بيد واحدة في قصة حب شرقية ليتمكن أحد أصدقائه الذين فقد دراعه أثناء الحر في مواصلة عزفه على العود وطبعاً كنا عارفين أن الدكتور الموسيقار نصير شمة هو اخترع الوتر الثامن واخترع عدة طرق للعزف في شيء من الأشياء اللي أنا حبيت أحط عليها الإضاءة عن الدكتور الموسيقار العالمي أضاف طريقة أخرى هي العزف أصبعي على زند العود لتمكن صهره أن يعزف على آلة العود بعد أن فقد أصبعيه ثلاثة ولم يتبقى منها سوى الإلهام الإبهام والسبابة يعتبر نصير شمة على أنه أهم عازفي العود والمؤلفين الموسيقيين المعاصرين في الوطن العربي والعالم وصاغ النفسي رؤية موسيقية فريدة تتميز بأسلوب عزف متطور مختلف يعزف على العود بطريقة يجمع بين أساليب التقليدية والتركيب الحديث الخاصة به يتسم موسيقاه بالشجن وليما اتجه الغناء الاعتقادي بأن ذلك سيحد من انتشار ألحانه وهذا يتعارض مع رسالتي التي يقول فيها سأعلم العود حتى يدرس في كل الجامعات في العالم تستحق استاذ الموسيقار الكبير التصفيق على هذه الأشياء الجميلة الإنسانية اللي حسيتها أحبت أضوء عليها طبعاً نحن في غنى عن الدكتور تلقى نصير شمة أول دروس العزف على العود في بغداد وعمرك كان هداع شف سنة على يد أستاذه الأول حسين النموس تخرج من معهد دراسات الموسيقية ببغداد 87 وحصل على درجة دكتورات في الفلسفة الموسيقية درس نصير شمة الموسيقى عام 1990 في المعهد العالي للموسيقى في تونس قدم أول حفلاته الموسيقية الفردية في كل أنحاء العراق عام 1985 وهو في السنة الخامسة والعشرين واتسعت حدود شهرته إذا قام نفس العام العديد من الحفلات في كل من باريس وألمانيا الغربية أنا ذاك وفي جينيف عام 1936 وأثنى في عام 1988 تاركاً في كل محطة بصمة إبداعية استثنائية ولم يكن هناك حدود الكبح الإبداع فشملت أعماله الأفلام والمسرح والتلفزيون فكان رائد في المشهد الموسيقي إلى أن وصل في نهاية المطاف سيد العود ومن أواخر الثمانيات بدأ نصير الشمة بتصدير ثقافة الموسيقى لأوروبا من خلال عروض لا تنسى كمسرح أرماني في باريس ومن أبرز إنجازاته تأسيس بيت العود العربي في مصر عام 1998 وهو مركز مخصص وشاملوا كل آلات العود والناي والقانون والبزر وتوسع التفتح إلى يفتح فروعاً له في كل من بوظبي سنة 2007 وفي قسطنطنية بالجزائر وفي مكتبة الإسكندرية عام 2011 وفي بغداد 2018 كما أسس عام 2008 أوركستر الشرق التي ضمت 70 عازفاً من العالم على الآلات من الشرقيين الأوسط والأدنى فكانت أول تجربة تحويل الموسيقى الشرقية الأوركسترالية كما أسس أنسو بلع أنسو بلع أنسو بلع أنسو بلع وهي مجموعة من كبار العازفين الغربيين بقيلته ومن هذه الإنجازات كلها كانت الحصيلة التي قدم شمس مستوى جديد في الأوركستر العربية للعالم ونجح بخلق جسور بين الجمهور العربي يعني ما شاء الله تاريخك كبير الدكتور وثقافة الموسيقى العربية على المستوى الأكاديمي فكانوا بمثابة سفيراً فوق العادة الموسيقى العربية حيث أخذ على عاتقي مهمة نشر الثقافة الموسيقية العربية محلياً وعالمياً خلال مشواره الفني ركز الدكتور نصير شمى الموسيقان العظيم خلال مسيرته في العديد من الفرق الموسيقية والأوركسترا على تقديم العديد من العروض الموسيقية بينها أوركسترا مترو بلتن في المونتريال وأيضاً مع فنانين رائدين في موسيقى الجاز وينتن مارسلس والإضافة الأوركسترا الوطنية اللبنانية الموسيقى الشرق عربية وأطلق على الدكتور نصير شمى ألبوماته الأولى في إيطاليا والمملكة المتحدة ومصر والجزائر وكانت بدايته لوضع بصمته الموسيقية ومن خلال تأليفي أكثر من 60 مقطوعة تترجم نظرياته الموسيقية ومن هذا التاريخ من الإبداع والتفرد الفني الموسيقي فقد أولى نصير شمى دعمه للجمعيات والمشاريع الإنسانية للتعزيز السلام وتقديم الرعاية الطبية وإعادة البناء واستخدم الموسيقى لجمع الدعم لعديد من المشاريع لتخدم المبادئ الإنسانية وقد تم تكريم تكريم العمل الإنساني مع جواز مثل جائزة بوسي للسلام الدولية عام 2012 وتم اختار سفير النواية الحسنة من قبل مضمة الهلال الأحمر العراقي 2018 وأيضا سفير النواية الحسنة من قبل مؤسسة اللاعن في الدولية 2016 وما زال يعمل حاليا كفنان لونيسكو للسلام وأخيرا تم اختار سفير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر وهلال الأحمر كما حصد دكتور نصير شمع على أكثر من 60 جائزة بدأت من عام التخرج مع أفضل لحن عاطفي في العراق ومرتبة الشرب مع نقابة الفناني العراقي لمدة ثلاث سنوات متتالية عام 1988 و1990 وأفضل فنان في العراق 1994 وجائزة الأكاديمية الملكية البريطانية عام 1998 بالإضافة لجائزة مهرجان رتدام العربي وغيرهم الكثير يعني ما حبيت ما ألقي الضوء على الدكتور المسيقر نصير شمع نحن عارفين اليوم نتكلم عن رحيل غامتين كبيرتين خسرهم الوطن العربي وخسرناهم نحن في الإمارات لأن كان لهم دور في علاقتهم الطيبة بين الإمارات و بين الفنانين اللي رحيونه وصديق مقرب من الدكتور نصير شمع والمسيقر حابة أنك تلقي الضوء عن عنهم بعد يعني نخلي التعريف بعد شوية عساس لما ناخد من الوقت للأخوان والحوار شكرا جزيلا على هذه المقدمة جميلة مساء الخير وسعداء بهذه المكان والحمد لله الجو حلو يفتح نفسنا على الحوار صعب أن نتكلم على أصدقاء خسرناهم وصعب جدا أنه ما زالوا ذاكرتنا تحتفظ بأصواتهم بالمكالمات خصوصا بالسنتين الأخيرة اللي مرض فيها الشاعر كريم العراقي واللي فترة شهر اللي مرض فيها الفنان الكبير ياس خضر وتوفاه الله وتوفى بنفس اليوم واحد توفى صباحا واحد مساء يعني هذه المفارقة وهم جمعتهم لقاء جمعهم عند زيارة الفنان صلاح عبدالغفور فنان كبير راحوا يزوروا قبر اثنينهم ووقفوا تحدثوا مع قبر صلاح عبدالغفور ولم يعني لم يتصوروا أنهم بخلال أقل من سنة سيكون هم راحلين ونتحدث عنهم هذه صورة الفنان ياس خضر والفنان كريم العراقي هذه عند زيارة قبر صلاح عبدالغفور قبل وفاتهم بفترة بسيطة ياس خضر صوت استثنائي الحقيقة صوت ما راح نتكلم يعني مجرد أي واحد يبحث راح يلاقي الأغاني يلاقي تاريخه عمره كل هاي الأشياء لكن ما يميز ياس خضر كونه هو الأكبر سنن ومكانته كثير كبير على مستوى العراق والمستوى محبي الأغنية العراقية بالعالم العربي ياس خضر نادر في حنجرته ومساحة صوته واختياراته وتحديه يعني بالوقت اللي كان مضفر النواب ما حد يقرب من اسمه يخافه بالعراق حد يجيب سيرته كان هو يغني له وهذه كانت بحد ذاتها سابقة ممكن تؤدي به إلى السجن تؤدي به إلى السجن لكنه ما كان يهتم كان يروح ويتصل بملحنين كبار وصادف أنه مجايليه زملاء من الملحنين والشعراء أغلبهم كبار جدا وهم الذين أحددوا ملامح الأغنية السبعينات أو السبعينيات والثمانينيات مثل نامق أديب مثل طالب القرغلي مثل محمد عبد المحسن ومجموعة من الملحنين الكبار وكذلك شعراء مهمين زامل سعيد فتاح ومضفر النواب عن رأسهم غنالة كم عمل من الأعمال العظيمة الريل وحمد وغيرها من الأعمال استطاع أن ينقل أغنية الريف إلى ابن المدينة بشكل غير مسبوق وشيد الطريق لكثير من الأصوات اللي كان محسوبين على الأغنية الريفية صاروا نجوم في المدن في العاصمة وفي المدن كل العراق وبعد ذلك في الدول المجاورة كون ذهب إلى نصوص شعراء كبار وملحنين كبار وبحنجرته الكبيرة استطاع أن يعطي شكلا موسيقي غنائيا جديدا وضع اسمه في أعلى قائمة مطربي العراق المعاصري الذين لم يتمسكوا بالمقام العراقي التقليدي الذي يتمسك فيه مثلا النظم الغزالي الله يرحمه وليوسف عمار ومحمد القبانش هو ما أخذ هذا الجانب أخذ الجانب الريفي لكن الريفي المعدل يعني حتى الريفي في أقطاب في حضير أبو عزيز وداخل حسن ومجموعة من الأصوات العظيمة لم يذهب للأطوار الريفية اللي كانت موجودة ذهب إلى منطقته الخاصة هنا نشعر أنه الكبير أحيانا تحس كل الظروف حوله أنه مسخرة لأن يكون كبيرا هكذا كان ياسخضر أب لرجل يعني قارئ مشهور في مدينة هو من مدينة النجف وقارئ مشهور والده والمفروض تربية دينية المفروض يطلع مثل أبو كان قارئ قرآن ممتاز هو لفت انتباه أحد الشخصيات عندما سمع يتلو آيات من القرآن قال أنت صوتك جميل وسحت صوتك كبيرة لازم تجي لبغداد وبدأ مسار ياسخضر لما يعرف ياسخضر خلي يسمع مثلا تايبين يسمع عزاز يسمع ريلو حمد و بنفسج عندنا يعني إرث عظيم جدا وإحنا التقينا بمرات عديدة جمعتنا آخر جلسة طرب كنت مدعو بمنزل سفير دولة الإمارات في بغداد وقال لي في مفاجأة إحنا كنا رحين في قتل نتعش قال لي في مفاجأة لما جيت لقيت أبو مازن اللي هو فنان ياسخضر والفنان سعدون جابر وكان عمره بهذا الوقت كان بالثمانين لكن حنجرته كانت بسن ثلاثين وهذه نادرة جدا أنا شخصيا لم أرى صوته لم تغير مثل ياسخضر عندما بدون مايكروفونات كان سمعنا شيء كان صوت كأن مايكروفون كبير سبيكر كبير جالس ليغني فيه وما عرف صوت النشاز ولا الاهتزاز عادة الأصوات بعد ما تمر السنين يبدأ أصواتهم يضعف يبدأ ما يقدر يقول درجات درجات عالية لا هو في العالي وفي الغليظ القرار وفي الوسط نفسه حلو من يغني ما عنده مشكلة أنه يتعثر بالغناء أو ينقطع نفسه يعني كأنه إلى غاية ما دخل المستشفى وياسخضر أولا احتفظ بمكانه كبير عند العراقيين وعند الفنانين بكل صنوف الإبداع يعني مكانته نادر جدا ما يكون فنان ما تلاقي عنده سقطات ما تلاقي إنسان ممكن تتغير الظروف يضعف يصير يتعب أبدا لا كان مبين عليه أنه غني ولا كان مبين عليه أنه ضعيف الحال كان دائما يظهر بمظهر جميل دائما وزي هذا الذي لبسه دائما كان يلبسه إلى بمهرجان السينما ببغداد أنا و هو كانت من سنوات بسيطة وهذا زي الدائم يعني يلبس جداشة وجاكيت ويلبس الشماغ والعقال مهما قلنا عن قيمة ياس خضر يبقى انعطافه في الأغنية العراقية بآخر أربعين سنة آخر أربعين سنة قدم حميد منصور يعني مجايله أصدقاء فاضل عواد قحطان العطار رياض أحمد صلاح عبد الغفور الجيل الذي آخر بعدهم كاظم الساهر والذي سنجي على ذكره بعد مع صديقنا كريم كان في سلالة من المطربين في الثمانينيات سبعينيات بدأوا حسين نعمة حسين نعمة كان أخذ الخط نفسه أجل من الجنوب ويغني ريفي بحت ويغني أطوار ريفية ودخل إلى المدينة وبدأ يغني الأغنية اللي بين الريف والمدينة وصارت ثقافة هاي الأغاني لأنها حقيقية ولأن صناعها كثير مهمين وموهوبين فقدمونا مجموعة من الأصوات باقي منهم اليوم على الساحة يغني حميد منصور وما زال حميد منصور يتمتع بصوت وحنجرة ممتازة وأيضا مدرب بشكل جيد بحكم الخبرة أنه ما ممكن يهتز صوته مع تقدم بالعمر هم بكلهم تقريبا أكبرهم ياس خضر لكن الباقين كلهم فاض العواد يمكن يجي بعمر أو بعد والباقين شوي أصغر لكن كلهم كانوا مع بعض انطلاقتهم هي الفترة الذهبية في عصر الغناء الحديث سبعينات بعدها ثمانينيات بدأت حرب العراق مع إيران ودخل العراق بدوامة بدأنا نخسر طاقات واللي يروحوا بالجيش واللي يروحوا ينتهوا فهنا اختل الميزان لكن قبل ذلك كانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية التي ظهروا فيها مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والمغنين وكذلك الفرق الموسيقية التي كانت موجودة بغداد بحيث كان سباق بين مجموعة من المطربين ومن الشعراء والملحنين وكل واحد عنده فريقة وكل شهر تقريبا نسمع ياسخوضر طلع عمل جديد يرد علي عمل جديد يا حسين نعمة أو فاضل عوات أو قحطان العطار وهكذا الزمن هذا هو ضل على قمته في الحقيقة أنا ما حب أعطي آراء قطعية لكن اليوم من ننظر لكل الجيل اللي سبقنا هو كان في القمة ياسخوضر ظلت لحد آخر ظهور إلى بهذا مهرجان السينما هو كان رقم واحد بالمكانة بالتقدير من يحضر الكل ينتبه ياسخوضر الكل يروح يسلم عليه وهو بطيبته وبتعرف هاي المناطق اللي فيها ريف وفيها حياء لآخر عمره عنده حياء وعنده خجل وعنده أدب وعنده أصول يعني ظل محافظ على كل هاي القيم وكل هاي الأخلاق الخاصة المواصفات بالأخلاق الحلوة ظل محافظ عليها ياسخوضر بس هو طال عمرك سؤال قطعت لك شوي يقول لك كل من يقرأ عن العراق يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع مفردة الجنوب صحيح حضرتك والدكتور والله يرحم كريم العراقي وياسر واليوم نتحدث عن مثلث جنوبي حضرتك وكرم وكريم العراقي وياسخضر ما مثل جنوب لحضرتك لنصير شمة لو نأخذ ثلاث الشخصيات عندنا تلحين الموسيقار حتى الملاحنين الذين ذكرتهم تقريبا كلهم من الجنوب والشعراء كلهم من الجنوب لا تعرف الجنوب في كل مكان عنده شيء خاص وهل لا مفهوم البيئة اليسار اللي كان أنا ذاك كثير أشياء كثير عوامل الاضطهاد اللي كان كان اضطهاد كبير جدا فهذا نعكس بأساليب تعبير الكل كان يريد يعبر عن القهرة بطريقة فنية بالكتابة بالرسم فهو يمكن أيضا الوضع الاقتصادي وهذا اللي خلهم التزمين مثل ما تفضلت حضرتك عن الياسر ان التزموا في خط معين كل الأسماء التي ذكرتها عندهم أخلاق وعدهم أدب وعدهم احترام يعني تماما مكانتهم ضلت لليوم نفسها كمعيار للأخلاق كل ما يقارنوا الجيل الجديد يقول لك شوف ذوله وين وين كان نشأة وحاطتهم يعني هو لما يختار ياسخضر نصوص لمثلا مضفر النواب أو زامل سعيد فتاح أو أسماء كلها ممنوعة بالعراق كلها ممنوعة هذه الأسماء يعني ما مسموح لحد يغني بس ياسخضر ما حد يقدر يكلمه مع أنه ما محسوب على جهة وعنده رصيد عند الناس وكل يحبوا يحترموا الشعب من أبسط من القاع للمتوسط لأعلى للدولة كلها الكل تحب صوتها لذلك أحيانا كثير ألقاب لا أحب أذكرها ولا أتوقف عندها لأنه أحيانا الصحافة تطلق لقب يتبار هذا تطلق لقب كذا ذاك الجريدة تطلق لقب كذا يعني ما يعود معيار لكنه صوت الأرض هو ينطبق عليه حقيقة مثل كوكب الشر مثل لما نقول أم كالثوم أم كالثوم يعني تتكلم على ظاهرة غير مسبوقة بالعالم كلها مو فقط في العالم العربي كحنجرة كمدرسة ستين سنة من الغناء بالصف الأعلى الأول هذه ظاهرة ما موجودة بأي موسيقى ولا بصيرة أي مطرب في تاريخ الغناء من بدء التسجيل إلى اليوم فهو بحنجرة المفروض أهل المدن يسمعوا فاضل عواد قحطان العطار ورياض أحمد وصلاح عبد الغفور لذلك من المدن هذا لكن استطاع هو بصدق وبنقاء حنجرته وبهدوء وهو قليل الكلام جدا ولا يظهر في المقابلات ولا لا تلاقي عنده أحاديث صحفية أو أحاديث تلفزيونية كثيرة لأنه كان خجول ومتفرغ لشغله وما تتوقع أن الملحن القراغلي هو الذي ساعده كثيرا أن يكتشف مساحات صوته طالب القراغلي فنان عظيم جدا ملحن كثير كبير وصديق عزيز جدا الله يرحمه وطالب القراغلي أحدث أحدث مسار غير مسار الأغنية العراقية في فترة الاثمانينيات والتسعينيات إلى يعني إلى بداية الحصار بالواحد وتسعين من بدء الحصار بدء العراق كأنه قطعة كل شرايين من كل الجهات فهنا بدء الكل يصير يعني فقر عام مو فقر مادي فقر بالدم شون الجسم لما شرايين كلها تقفل الطالب القراغلي بالثنائية التي أعملها مع ياس خضر هي أعلى شك الناضج للأغنية العراقية بس ما نحصر بالطبقة النخبوية لأن اللغة اللهجة صعبة لا كان يغنوا نصوص كان يغنوا نصوص عربية فصحة وكان يغنوا النصوص أغاني إذا تسمعيها ما خلل شي ما غنى وغنى شعر مضفر أصلا صعب على أهل بغداد صعب لكن المتعة في شعر مضفر أنه يضمن يضمن أعاجيب في اختزال في التعبير يعني في الحب وفي الوجع وفي التراث ودون أن يقصد يعني هو تنذيك القصيدة هادرة عند مضفر النوا وصعبة جدا يعني تجي تسمعيها ما يقصد هنا يجب أن أبحث يجب أن أدوح مثل الريل حمد يعني يتكلم الريل يتكلم يعني يعني مجاز يعني الريل هو القطار نحن نسميه وهنا هو يتكلم عن اليسار بالكامل عن فترة اليسار يعني كانت بين قوسين الشيوعية في العراق في هذه الفترة كانت مستحوذة على بغداد وعلى مدن الجنوب وعلى كثير مناطق في العراق فيتكلم في هذه الفترة هو كان متخبي في الأهوار هذا مضفر النوا وهو ليس له علاقة بالجنوب مضفر النوا من بغداد من الكاظمية منطقة في قلب بغداد اللي عند الإمام موسى الكاظم معروفة باسم الكاظمية ببغداد مضفر مثل نفى نفسه صار منفي بالأهوار الأهوار منطقة من خمسة آلاف عام الشعب عايش على القصب باني بيوته على القصب ووسط المياه وفقط تكرمون الجاموس والأسماك ما عندهم شيء آخر وكلهم عايشين في تشبايش تشبايش حتى هاي كلمة سومرية تشبايشة هي مثل هذا بس من القصب عايمة على المي بس مثلها في ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف في كل في كل هور الأهوار من أجمل المناطق الطبيعية اللي الحياة فيها من خمسة آلاف عام كما هي لحد اليوم الزواج الفرح الأنواع الحزن كل العادات المهن هي كما هي فاللي كان يتخبه هناك مستحيل حد يعرف يطلعه فمضفر بهاي الفترة عاشر الاكتشف أنه في لهجة أخرى ما يعرف ولا كلمة عنها لهجة تماما صعبة يعني ليراد وقت حتى للعراقي من المدن حتى يفهم شو يقصده بالكلام لكن توغل في حب اللهجة وحب الناس توغل فيها وطلع أعلى ما يمكن من النصوص باللهجة العراقية طلعها من الأهوار ومضفر النواب يجي ياس خضر اللي هو فاهم امتدادا هذه اللهجة ويعرف معنى الشعر والجمال اللي كان من فيها ويحولها لنامق أديب ولطالب الغرغلي ما أن لقى طالب حتى تمسك به وطالب شاف أنه عنده حنجرة ثلاثة أكتافات الأكتافة ثمان درجات صوتية نحن 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 لدينا خبرة بالسلالة نحن لدينا خبرة بالسلالة شرحتها الآن شاف أنه عنده حنجرة كبيرة يعني يقدر يقول 24 تون بالسلالم الموسيقية فبدأ يعني الملحن لا يصدق لما يلاقي عنده حنجرة كبيرة لا يظل متحدد هذه الطبقة عالية وهذه الطبقة واطئة يبدأ يلحن براحته ويأتي الصوت يحفظ كل شيء فكان هذه الثنائية اثنين هم عندهم وعي اجتماعي اثنين هم عندهم تربية حقيقية من أولاد عوائل وأسر وسادة هو كان من السادة هو هو من السادة نعم ياس خضر أبو يعني قزويني يعني يعتبر من السادة المعروفين جدا اينا وكان يعني أبوه قارى قرآن وهو نفس الشي يعني أنا أعتقد الخلط هذا خلاه بجانب إنساني إنساني وما عنده إصفاف كل الشخصيات اللي لقع عليها الضوء الجانب الإنساني الجانب الروحاني يحمي الإنسان من الإصفاف نعم لما يكون متربي يخاف على اسم عائلته وعلى اسم أبو وعلى اسم القبيلة اللي جاي منها فيحترم فنه ويحترم نفسه وما ينزل به يبقى دائما بالمسارح المحترمة وبالتلفزيونات ما ينزل لأشياء أدنى يبقى بمنطقة هذا واحد من الحصانات المهمة اللي يتحصلها الإنسان هي النشأة والبيئة والعائلة والسمعة هذا هي اللي تخلي الإنسان كل ما يريد يغلط يفكر مئة غلطة إنه ما يقول ليش فلان راح خلاني أروح لا حتى لو ما عنده مال يجي يقولك لا مو مشكلة ما أصبر وراح أسوي وعلى فكرة الفنانين العراقيين تقريباً بنسبة 98% ولا واحد فيهم غني ولا واحد فيهم غني لأنه إحنا صارنا 40 سنة حروب 40 سنة من أنا كنت طفل صغير بدأت حرب إيران ولحد اليوم نعتبر نفسنا في حروب فمتواصلة متواصلة وكل وحدة تأخذ لها 8 سنين حصار 11 سنة بعدها احتلال بعدها دخلنا بتفجيرات فما ممكن يصير غني الفنان بالعراق ما ممكن يصير غني غني بالسمعة بالمكانة وين ما يدخل الكل توقف له يريد يدخل عنده ورق عنده مراجعة عنده شي كلها تتسخر اللي خدمت إذا كان محترم وهؤلاء اللي يتكلم عنهم كلهم أسماء محترمة حضرتك شفت النعي لنزلتها ب عنا الله يرحمه المطرب والفنان كبير رياس خضر تقلت لا أودع ياس خضر قال ألقي عليه السلام لروحه التي أغضقت الفرح على ملايين العرب لمن أسميناهم صوت الأرض واستمعنا إلى صوته ونحن نعبر بالآه مرارا وذلك وجدنا أنه يعبر عنده ويعبر عنده واخرنا في حزنها وفرحها ياس خضر يرحل ساعات قليلة بعد رحيل كريم العراقي كأنهما على موعد على موعد لغني مع الأسف هذا الليت على أغنية لن أقول وداعا بل إذن سيبقى على مواعيد لقاء صوتية التي سنتقيه واغنيات تصافح أذاننا ياس خضر ذلك الفنان الحقيقي والجميل الذي ترنم به العرب من المحيط إلى الخليج سيبقى صوت الأرض وردتها العتيقة المسقولة بوجع عبد الرافدين ياس خضر الصوت المعجون بقهوة الديوان وماء الفرات يعني حتى الرثاء لما رثيته رثيته يروح إنساني بغض النظر عن فقد الإنسان الموت يعني كأن الإنسان باقي في هذه الحياة وذاكرته موجودة هذا أعتبر باقي وهو كريم وكثير نجوم وكثير أسماء وكثير فنانين الذي ينظر عمره لعمل يؤمن به ويحبه ويشتغله بإخلاص لا تعني مغريات الدنيا هذا يخلط يعني لما نتكلم على أي أغنية من أغاني العرف في الموسيقى أنه أي عمل يعيش عقدين من الزمن وهو مسموع ومرغوب يسمح خالد أعمال ياس خضر لليوم هي بكل مكان تلاقيها تسمحها والأصوات الجديدة التي يريد أن يفوز بسباق أو بشي يغني أغنية الياس لأنه هنا يبين إذا كان صوت صح وقوي له صوت ضعيف لأنه لا يحد يتجر أن يدخل هذه المنطقة فبالتالي الحقيقة هو يعني أنا لليوم أشوفها موجود أشوفها عايش أشوفها بكثير مكانات أشوف أدبها وابتسامتها وصوتها المنخفض من يتكلم يتكلم بصوت منخفض جدا يعني تقرب منها لازم حتى تسمعها شي يقول وجلا عنده وجل الحياء والخجل هذه الصفة إنسانية إلى علاقة بالتربية كما قلت وجميلة ما تنتقص من قيمة الإنسان بالعكس تحسسنا بالدفع وبالقرب منه وكل أصدقاء اليوم أنا سويت والبارحة تسوي هذا قال لي هذا أبو مازم هذا واحد من نوعه يظهر بحياتي قال لي أنا فيه مني بس هو ما فيه منه فأنا صخرت كامرتي وعيني اللي تحبه حتى تلقط للأشياء بحب فأثر على الناس وبدون مقابل على فكرة لا المعرض بمقابل ولا كان يتقاضى منه شيء هو يقول أنا كنت أسوي هذا الشيء حبا بياس خضر بصوته وهذا الشخص المصور هو ما إلى علاقة لا بالعاصمة ولا إلى علاقة بالجنوب ولا إلى علاقة بالأغنية الجنوبية هو من شمال العراق وشمال في لغة وفي موسيقى كردية وفي يعني مو بضرورة يفهمها أو يحب غناءها بس مجرد أن التقى به فأحنا نتكلم عن حالة متكاملة وهو هذا الفنان الفنان الحقيقي مجموعة قيم عالية أي خلل ما تلاقي فيها لما يكون فيه خلل أصلا ما يصير فنان كبير ولا يوصل يعني كثير أصوات عظيمة نلتقي فيها ونسمعها بس يقولون ما عنده حظ ماكو شي اسمه ما عنده حظ بالدنيا اللي مخير أن يكون ناجح مخلوق لأن يكون ناجح عنده مكملات تمشي وياه بالتوازي اللي ما ينجح ما يوصل هو زين صوته فيه خلل فيه وحدة من القيم هذه فهنا لما واحد ينجح ويكون اسم كبير واسم عالي لسنين طويل يعرف أنه هذا عنده مجموعة أشياء غير الفنية مهمة جدا في شخصيته بالنتقل لكريم مرحوم كريم العراقي يعني لما قريت عن سيرته متنوع جدا متنوع أولا درس العلم النفس صحيح وكتب قصص للأطفال وكتب عن الأم وكتب المسرح وكتب السينما وكتب برامج التلفزيونية كثير مسرح مسرح هذا التنوع يعني خلق منه هذا الإنسان الشاعر حبيت لما توفى الله يرحمه الشيخ زايد كتب قصيدة في الشيخ زايد أي ونحن في مكان يعني عجبني لما قال غاب الذي بغيابه أبكانه وغدى المواطن والموقيب حزانه من لا يحبك يا حديث بيوتنا من لا يحب العادل للإنسانة من لا يصلي ضارعا متطوعا لله أن يحب العزيزة جنانا أنت الذي عاش الجميع بطله من كل أرض صحبة أخوانا أنت الذي جعل الرمال حدائقا والرزق سعيا والحياة أمانا ولقد بنيت مصانع ومزارع وبنيت قبل بنائها الإنسان تلك الملايين التي أنا فردها هل لا استطيع الصبر والسلوان يعني حتى قصائد إنسانية في كل بعده يذكر جميل الناس اللي كانوا واكفين معا وهذا في مكان يعني اللي سوا هو للكتابة مو فس هذا العمل كتب عمال أخرى للإمارات الإمارات بدلت بمئة ضعف ذلك يعني أنا من توفى شكرت رئيس الدولة واني مو بالطبعي أذكر لا رؤساء ولا أشياء لك شكرت رئيس الدولة لأنه سنتين هو يتعالج في أحسن مستشفى واني على طوال السنتين كل يوم جمعة تقريبا أكلمة نبقى نتكلم شوية حسب إذا هو ما أخذ جرعة لو ما أخذ جرعة كيمياوي نتكلم نص ساعة ثلث ساعة ونحكي بالشعر ونحكي بالفن ونحكي بالمشاريع القادمة فهو ينتمي إلى هذه التربة كما ينتمي إلى تربته في العراق بالضبط وهذا نتعرف من نتكلم شخصي إذا عنده شي يقوله يعني إذا تحسي فيه زيف إذا هو ما عنده لا هو الكلام اللي يؤمن فيه هو اللي كتب حتى له هذا الكلام ما يرضي آخرين ميهمة طالما هو مقتنع فرئيس الدولة الإمارات تولى لمدة عامين كاملين في أحسن مستشفى وأنا شخصيا كلمت بلدي وكلمت حكومة بلدي حتى يهتموا فيه وماهتموا فيه وهنا أنا أقولها بالعلن يعني هذا الامتنان شكر علي حضرتك أنت كت وراء بعد علاجي مو بس هالآني موجوع أنه فنان شاعر بهالم مكان بهال كريم دافي شخصية دافية وما يطلب أبدا قلت لأنت كلمك حد من العراق كلمك رئيس الوزراء كلمك فلان كلمك وزير الثقافة قال لي والله أبو ليل لأنت أبدا تتكلم تتكلم لهم لهم لابد اليوم لابد استعدادكم لتعالجوه أو تكلم رئيس الوزراء تشكر رئيس الدولة بنفسك على هذه الرعاية لأن تتكلم على أهم مستشفى في أبوظبي وفي الإمارات تعالجة على مدى سنتين يعني فاتورة كبيرة أما تقول أنا مستعد أتمنى أو تقول لها شكرا على إذا وكيد راح يرفضوا قل لها شكرا على القلب فهذا يعني وإن جاء متأخرا فلا بأس به لكن هو أيضا مات بحصرة إنه هو كل عمره يشتغل للإنسان وللطفل وللعراق وللإمارات وعلى فكرة هو ما توزع بين دول الكثيرة يعني ما تلاقي عنده قصائد أخرى بمكانات أخرى لا هو من العراق راح للسويد أو عاش بطر إلى أن نسمى جنسية ورجع للإمارات بس حصل أول ما حصل جنسية رجع هنا عاش وهنا مات فكريم العراقي احنا تعرفنا على بعض وأنا طالب وهو كان بعد شاب سوينا مسرحية لمخرج كبير اسم سامي عبد الحميد وكان فيها أقطاب العراق الممثلين وكتب النصوص وأنا لحنتها في هذا الوقت ومن ذاك الوقت نفس الجمال الروح ونفس الرقي بالأدب مهذب إلى درجة يعني أتمنى لو ما كنت عرفه سبحان الله أقول بس شاعر مثل مثل غيره وتوفى لكن لما تعرفيه لما تحكي وياه والأمل اللي عنده لحد قبل ما يتوفى بشهر قبل ما يدخل شوية يتعب آخر شهر هو عنده أفكار وعنده شعر جديد ويسمعني ويسمع الفنان كاظم ويتواصلوا لأنه والفنان صديق كاظم الساهر نحن درسنا بنفس المعهد الموسيقى سوى يعني كاظم وأنا كان يسبقني بسنين لكن اتخرج بعدي بسنين بسبب العسكرية يعني بسبب فترة حرب إيران كانوا مواليد محددة ظلت أكثر من 12 سنة بالجيش هو منهم كاظم فكاظم أيضا وقع على قرينة مع كريم العراقي مجرد أن التقوا مع بعض بدأوا ثنائية أكثر من فوق سبعين عمل يعني شي عجيب لا يخلوا آلبوم لكاظم من ثلاثة أربعة غاني لكريم العراقي كريم عنده تدفق وعنده اقتناص للجملة الجديدة والجميلة هو يعني بالنسبة للشعر الغنائي هو يمكن استطاع أن يلتقط أجمل ما في اللغة العربية وفي اللهجة العراقية ويعصيغها بطريقة ساحرة مبسطة بعد سحرة قريبة للغة للفهم للدول الثانية العربية والخليجية لذلك صارت غنائية واللهجة بيضاء يكتب باللهجة المفهومة للكل ومن يكتب عراقي يعني مثلا وحدة منهم يسموه دارمي هذا اللي إلحنته بوقتها غناء أحد خليل شوقي من أكبر ممثلين العراق على المسرح يقول انفطر تشبدي يعني كبدي انفطر تشبدي يا ابو إبراهيم وانفت أبو إبراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي حمل الدهر ثقلان وانفت يعني أنفت من النفسي رايح الدنيا تشم عزيز غدرت وانفت نفتهم هذا الدارمي كل كلمة نهايتها تعني شي انفطر تشبدي يا ابو إبراهيم وانفت وعلي حمل الدهر ثقلان وانفت الدنيا تشم عزيز غدرت وانفت والحذر ما غير المكتوب ليا فهذه من لحنتها كان يغنيها خليل شوقي هو ممثل عملاق مسرح القاعة كانت كلها تبكي لأنه هو رجل دوره بالمسرحية كان يأهل أنه يأديها بالدراما واللحن كان كثير في وجع ولذلك كريم وين تحطي يكتب بالأطفال يطلع أحلى ما يمكن نعم شمسي شمسي كثير أغاني كتب الأطفال هو ناسيهم وبعدين خلد أغانيتها عن الأم يعني يعني يقارن أغانيته هو نجات فايزة أحمد تعتبر من الأغاني الخالدة يعني غناها سعدون جابر سعدون الجابر نعم يا أم يا أم الوفا كثير كتب أشياء كثير كتب مواضيع وكثير كتب للوطن كثير حتى لو هذا الوطن ما حتظن بس على الأقل جزء من هذا الوطن هو الذي يعطاه ما يستحق من تقدير ومن تكريم فاليوم تجربة كريم من نشوفها يعني لو نشيل كل نصوص كريم من أعمال فنان كاظم الساهر ومن أعمال سعدون جابر ومن أعمال محمود أنور وغنوه العرب عرب كثير أحلام كثير يعني حداد غن لطيفة كلهم غنوه الحقيقة أصالة محمد منير وأصالة ويعني لو نشيل هذا النصوص كلها رح تشوفوا حجم تأثيره والفراغ اللي ممكن تركه والمواضيع اللي تناولها كل قصيدة هي موضوع جديد كل ونحن كان عندنا مشروع كبير على فكرة أنه اتفقنا أنه يجي البيت العود بس يسمحوا للأطباء ونحتفي به أولا بتجربته ونبدأ نشتغل على مشروع مشترك ومشروع كان يعني يخص اللغة العربية ويخص يعني مبادرة اللي كنا كنا شغالين بها لكن قدم ما عليه وبإتقان والكبار يعني هو كبير في مجال الأغنية كبير في مجال الشعر الغنائي الكبار دائما تلاقي عنده زهد بكل شي تلاقي عنده انعزال لأنه وقت ما عنده يضيع دائما مجغول بالكتابة وعلى فكرة على السرير المرض كان من يقدر يأخذ جرعة كيميائية الله يكفيكم الشر جميعا من يقدر يأخذ جرعة كيميائية ويدور على الورق وقاعد يكتب ويكتب ويصور يعني أظن تعرف أنت لو تقراليها لأن أنا هذا الإضاءة اليوم الصراحة سامحوني على اللقاء لأن الإضاءة يعني ضربة يقول لا تشك للناس لا تشكر للناس جرحا أنت صاحبه وحفظها لا لكن معروفة قصيدة حلوة صامحوني ليوم يعني لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم شكواك للناس يا ابن الناس من قصة ومن من الناس صاح ما به سقم فالهم كالسيل والأحزان زاخرة خمر الدلائل مهما أهلها كتموا فإن شكوت لمن طعب الزمان له طعب الزمان له عيناك تغلي ومن تشك له صنم وهكذا قصيدة جميلة يعني يقول حقك الضوء يأثر ما ممكن سعبتهم الله هذه الفترة الأخيرة اللي كان الحقيقة كان عنده يعني كان عنده وجع من كثير أشياء كنا ما يصير أقولها يعني لأنه كانت مكالمة شخصية كان عنده وجع من كثير أشياء لكن يعني الله يشهد علي كان في كل مكالمة يقول لي يا أخي أنا مهما أسوي لهذا البلد قليل على لي بيسو فهذا يعني رسالة أنا وصلها نيابة عنه وهو غائب الآن وأنا أتحملها أمام رب العالمين من كثر ما هو كان ممتن للعناية وللسؤال عليه مو بس للرعاية الطبية كان متابع وكان لذلك مرة طلعه طلع بقناة أبوظبي وهو كان ما مسموح له بس هو أصر يطلع أصر لأنه قال أريد أقدم شي يرد هذا الفضل المعمول علي اللي هو العناية والحب فطلع في برنامج في تلفزيون أبوظبي نعم وأعتقد هالقصيدة بدايته يقال لنا من شعار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بنى عليها هو متأثر بالشعر القديم ومتأثر بالشعر اللي بي حكم يعني شعر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعر كل فلسفة وحكم فهو بعد غير شعراء كثير يعني عبد الرزاق عبد الواحد نفس الشي متأثر بنفس هذا الشعر الجواهري متأثر لكن هو بسطها جدا بسط هذا الموضوع أخذ الحكم وخلاها قريبا من الناس أكثر حتى تصبح غنائية تعبناك ويانا إذا من نقول كيف سنظن نتحدث عن الراحلين الكبيرين بصيغة المضارعة لا بإفعال الماضي بتعبير آخر إذا كنا لسنا بصدد مرثية شو تتوقع ما هو خطط حفظ تراث الراحلين كيف نقدر نحن نحافظ عليها للأجيال القادمة أولا قيمة العمل هي الدافع عن نفسها العمل المبدع إذا كان حقيقي هو يدافع عن نفسها هذا مسألة مفروق منها لكن إعادة هذه الأعمال إعادة نشرها توفير منصة لها ممكن يدعمها ممكن يخليها حاضرة ممكن إذا حضراتكم تتذكروا مسلسل الأم كالثوب المتين عربي صح فحتى نرجع نضبط لهم هذه اللغة يعني اللغة هي أساس أساس قوي جدا حتى للانتماء مع أنه في أطفال الآن مواقفهم كبيرة جدا وهم لغتهم العربية مكسرة هذا بالجينات شربوه لأنه يعرفوا الحق ويعرفوا الباطن لكن اهتمامنا باللغة يعني مثلا نحن اليوم في ضيافة المركز اللغة العربية فالحقيقة هذا شيء في غاية الأهمية وأنا متأكد الآن من الجالسين عندنا عدد كبير أولادهم عربيتهم مدمرة ويعني نجني عليهم هذول نحن نجني عليهم لأنه هذا طفل نحن اللي مسؤولين عننا حتى لو مدرسة مسؤولة عننا من الصباح للستة نحن مسؤولين أنه لا هذاك وقت تحكي به لغات إذا أنت انجليزي أو فرنسي أو ألماني أو أي لغة وهذا وقت البيت لازم تحكي لغة أبوك وأمك أو لغة واحد منهم اللي هو هذا مسؤوليتنا كنا من أجم مركز اللغة العربية أنشئ بعد مشاريع عدة تولاها الصديق الدكتور علي بن تميم وفريقة الرائع من إصدارات إلى كلمة إلى 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 ما شاء الله عليهم جهودهم جبارة تجمعت كلها تحت مظلة وهذه المعارض الكتب اللي تتصير تجمعت تحت مظلة مركز اللغة العربية وهذه سطوة الكلمة مهمة جدا سطوة فكرة اللغة العربية هي هوية هي ثقافة هي تاريخ يعني اليوم هذا الأرث العظيم لكل الشعراء من الجاهلية للسياد ألمًا هذا رح يروح إذا إحنا معارفين الأباء والأمهات معارفين يقرؤوا كيف يقرؤوا الأطفال في السوشال ميديا أثرت دكتور أثرت سلبا وإجابا يعني إلى أن يلقي طريقة الشخص يبدو يدخل بالإيجابة بس أكيد يمر بالسلبي كثير خصوصا الأجيال التي لم يعدها يعني تحكم عليها لأنه اليوم صارت العوائل عبارة عن يعني أقاليم كل عائلة ثلاث أقاليم أو أربعة أقاليم أو خمسة كل واحد بحياته عايش وبآيباد وبتليفون فهذا يعني في صديق في كندا لما الثلج سقط الكهرباء كلها الأسلاك والبرد برد رهيب كان ثلج ثلاث أربع متر كلمتوا وقلت لها شون رح شون تعيشون قال لي هاي أول مرة نتعرف على أولادنا لأنه ما كان في نت فكان يقعدوا على الطعام ويتكلموا فقال للآن هم اكتشفوا حلاوة أن يسمعونا وإننا اكتشفنا هم كيف يفكروا لأن ما كنا نعرفهم فالهالدرجة في غربة وسط العائلة صارت الواحدة وبالتالي يدخل على مقهى على كافتيريا تلاقي خمسة شخص قاعدين مع بعض جايين يتكلموا كل واحد ماسك موبايل وخمسة هم جالسين لوقت طويل ما يتكلموا كل موحدة ما يتمادلوا فهنا يلعب دور سلبي جدا أنه قضى على التفاصيل يتعلم من الثاني أنه يصغي يشوف هذا ما لديه ثقافة قرأة رواية قرأة قصيدة قطعة موسيقية حضر فيلم لا لا يصير لا كل واحد عنده عالم ومنغلق فالفترة القادمة أنا أعتقد يعني الجيل اللي رح يجي تعرفي كل 20 سنة الجيل الجيل اللي رح يجي الآن رح يكون بنسبة كبيرة مصاب بالتوحد أساسا هو جاي من واحده سبحان الله لأنه نحن الآن صرنا مصابين بالتوحد فكيف هم مو فالتوحد يعني أحيانا يأتي يعني مرض بسيط وأحيانا يأتي من سلوب حياة صحيح نقدر نفتح للجمهور إذا حد يتفضح عنده سؤال أو للدكتور الموسيقار الكبير نصير شمع في سؤال للأخوات والأخوان تفضل أستاذ موسيقار الكبير هناك موسيقار معاك الكلام ما ينتهي لأن ما شاء الله حضرتك موسوعة موسوعة مجموعة إنسان وما شاء الله كريم نفس الشي وياس خضر ما أعرف ما أعرف اليوم الموضوع كبير وضخم وفي نوع من الشجود شكرا موسوعة بها الفنان الفنان العظيم الراحل الياس خضر الذي سمعنا له نحن من جيل متأخر لحقنا عبر اليوتيوب وبالمناسبة نشكر الأنترنت يعني عموما اللي عرفنا على هذه القامات الكبيرة أما كريم العراقي فهو ذائع الصيت ومشهور جدا لكن كثير من الشباب لا يعرفون الياس خضر واليوم تعرفنا بعد أن عرفنا صوته وأغانيه المشهورة اليوم تعرفنا على ما الذي يجعل العظيم عظيما وأريد أن أقول أن الحديث عن الكرامة الشخصية وعن التكوين والرحلة التي تجعل أستاذ نصير تحدث عن أن الموضوع ليس موضوع حظ الجميع محظوظون إنما هو الموضوع شيء من الدربة واحترام الفن ومعرفة الفنان لما الذي يقوم به بالتأكيد لا سؤال عندي إنما هو تحية لفنان كبير تحدث عن كبار يليقون ويليقوا بهم أن يتحدث عنهم شخص في مقامك شكراً شكراً جزيلاً أكيد أنا نفس الشعور أشكرك أنك تكلمت تعبر عني أنا بعد شخصياً إن شخصية كبيرة إثار يكون لكبار شخصيات رحلوا عننا ما شاء الله أنا عشان في البداية التقديم حطيت الناحية الإنسانية في الموسيقار والدكتور نصير شمى لأنه غض النظر إن حضرتك عالي المقام وجوائز إن شاء الله لفوز سبعين جائزة يعني وفي جوائز كثيرة مهمة خطة يعني عجبني قريت عنك طرفة لما عمرك 11 سنة كنت تروح تبيع الخبز عشان تحصل فلوس تبرح القضية الفلسطينية يعني من النشأة حضرتك عندك هذا كثير غير لأن العائلة به الشكل الأم والأب هم اللي يعني إحنا متوسطين ما مو أغنية ولا فقراء عايشين نأكل نحب نلبس بس مو أكثر من ذلك لكن ما ندري منين أمي الله يرحمها منين تجيب وشلون تودي لهذا ولو وهذا فتعلمنا ونحن نشوف أن العطاء أنك تقسم لقمتك بالضبط لا تفكر أنه أنت راح تجوع لا هاي تكفي يقولون لقمهنية تكفي مية مية صح فكنا هذه كبرنا عليها لذلك أنا قبل سن 11 كنت أجمع فلوس وتبرع من أول سنة ابتدائية لأنه كنا مدرسة كاملة متربين على أنه فلسطين تحتاجنا ولذلك كان ينصبوا طاولات وسط المدرسة وكل واحد يجي أمهاتنا يحملون الزيت والدقيق والرز والأشياء الصابون ونحن صغار بصعوبة نوصل للمدرسة حتى تمتلي هاي الطاولات إلى مشهد ما أدري كم متر لأنه هذا سيروح يوم الجمعة اللي كبرنا عليه وهذا اللي إحنا لليوم فيه لأنه بشكل منشبه على شيء شاب عليه ما شاء الله عليك في سؤال تفضلي على الأسور شاهلة تفضلي سامحيني حبيبتك مساء الخير صار شكرا على كل كلمة قلتها في منتقائج لأني رجعت لأحسن الشعراء وأحسن المغنين والعراق وخاصة لما تكلمت على جنوب العراق لما كانت أتمنى أني أنا أروح أرى المنطقة هذه التي عايشين فيها على الجدم لا زالت موجودة وآمنة وآمنة تستطيع تأكل أحلى سمك لماذا اليونسكو بدخلت عندها اليونسكو هي محمية هذه من اليونسكو محمية من اليونسكو لأن هذه كانت منطقة من أعظم المناطق الحلوة يعني المهم أن رحل العراق ورحل العراق وعايشين العراق ولكن أنا رحل بالنسبة للياس خضر بالنسبة لكل يعني كل المقنين اللين عندما رحنا كان لدينا مؤتمرات وكان أيامها أبو عداي نائب الرئيس في وزارة الخارجية يرحوا يقول لنا المقنين كلهم وش اسمه في الشورجة أي خان مرجان أي خان مرجان يومها كان في مطر وكان في شتة وش اسمه بس كان روعة رأيت اليوم الياس خضر كان خجول بطريقة قيل ما أقول ليش ما أعرف مؤدب الخجني مؤدب رجل عنده حياء أي لآخر عمر لحد الصورة التي رأيتها هو بهالأدب وبالأخلاق حتى صوت هنا نعم صوت كنت أقول من خفض صوت جديد وهنا فرحانين يعني يأتي من الشسم فرحانين ونشوف وهو وكان يأتي خضر ميادة يعني فرحانين يعني نحن وما نبقي تنتهي الجسم كان عملنا بعدين عملونا الوزارة الخارجية وليون هذه وزارة الخارجية بس ألي لاحظت أنه يعني شيء مهم حضرت قصة في الآخر وهي اللغة العربية اللغة العربية بالنسبة لنا نحملها للدكتور يسمعني الدكتور علي تميم حملة حرام على عتقهم من كم سنة لا حملة بجسم ياريت أيام الصيف لما تنتهي المدارس يخلون المدارس هذه تحفيظ القرآن الكريم لو التد والأطفال بالخير حفظ القرآن الكريم ستتحسن لغتهم مشتور النهار ما للأيباد أو أو إنه المركز اللغة العربية يسوي مثل ما للأيباد يسوي حق اليهال اللعب وما لعب مثل ما سوى التلفزيون قطر زمان اللغة العربية أطفال بجسمة يسوون لأولاد نجح الأشيدي هلسوا تعلمون اللغة العربية صحيح لأن لغت العربية تصديقا لكلام حضرتك لما نابليون إجرى حتى المصر أول شي سوا قضى على الكتاتيب لأن اللغة العربية موجودة فأطفال عمر ست سنين قال لهم ما تقدروا تهزم وأم طفل عمر 12 سنة حافظ لا أعرف كم كلمة في القرآن طبعا خمشمائة خمس 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 ألف أربعمائة ألف أو شي كلمة قال لهم ويعرف معناها فأقضوا أول شي سووا قضوا على الكتاتيب اللي علموا الأطفال لأن هناك اللغة العربية فأحنا يبدو محتاجين نرجع من جديد أولا الفراغ اللي صار هو اللي سمح للطارئين على الدين أن يأخذوا الدين للسياسة ويخربوا وخربوا السياسة هذول الطارئين دخلوا في غياب هذا النوع من التعليم أنا يعني مو داعية ولا ناصح ولا لكن لما تجي تقرأ التاريخ بشكل حقيقي لما يجي واحد مثل نابليون اللي يجي سوى يعني جابوا يا جيش من العلماء قالهم أول شي تقضوا عليه هو هذا الموضوع لأن اللغة هي قوتهم للعرب فأحنا اليوم احنا تنازلنا عن هاللغة بإرادتنا وبرغبتنا وبفلوس ندفع فلوس فضيعة حتى نخسر لغتنا فأنا فرحان أنه موجود عندنا مركز لغة عربية وعدنا دار الحكمة ببغداد وصار مثل بتونس وصار وبدأ العرب بالشارقة أنا أقول بنفس اللحمة سامحني ومسقط وبدأ شوية الآن وصار وعي لخطورة هذا الموضوع لأن الشعب شنو بدون لغته الأم تعلم خمسين لغة إذا تقدر بس تكون لغتك قوية الأولى مشكورة مكسرت مهندسة شهلة و دائما أنت حنين اللغة في حد وراء رانا 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 ونرى أول فاتنا أفاتنا صح سامحني فلعت صديقة أنت عندك واسطة أنا عارف لا رافع دائما فاتنا أسوي الحركات مساء الخير القامة الكبيرة أستاذ ناصير كما أذكرتم شكرا أسمع الشعر كريم العراقي غادرنا مبكرا سنه صغيرة جدا 62 سنة 62 ولكن بعد أن أثرة وأضافة لمكتبة الشعر والموسيقى والأغاني التي غنيت بأصوات أشهر المطربين أمثال كاظم الساهر اللي غذي غنى له أكثر من 50 أغنية وسعد زي ما ذكرته الصالة فضل شاكر وصابر الرباعي بس إحدى وأنا بس ألعبنا جوجل عرفت إنه في المغني جعفر الخفاف جعفر جعفر ملحن الشمس الشمس الملحن والعراق عراقي ولقد غنى له جعفر ملحن ممتاز جدا جعفر الخفاف بعد جيل طالب القرغلي والأجاب أجاب يعني بستة وثمانين سبعة وثمانين لكن اكتسح هي كلمات الشعر كريم العراقي الشمس وشمسي والعراق وعراقي يعني تعبر عن حب الوطن ومحبة وعشق الوطن حيلا هذه مضاربة لقصيدة للجواهري أيها حسنا حافظ لنا الشعري ولا محافظ بالقر يعني يعني مو كثير بالحفظ بس يعني قاريها تماما واتناقشنا بيها أعتقد يعني أذكر بإنه حاز كريم العراقي على لقب النهر الثالث أن هناك نهر نهر دجلة نهر فرات وهذا اللي قد قرأته والنهر الثالث أحد ألقاب كريم العراقي أبل المغني المرحوم ياسخدر فقد لقب بصوت الأرض عين عمقل نهر نهر أصدق 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 ياسخدر ياسخدر أذكر أنا طفلة صغيرة أصدق 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 كان المرحوم والدي يسمعوا وإحنا البنات الصوت حزين جدا والأغاني ممطوطة ولكن إحنا كل فتاة بأبيها معجب أنه أبونا قوي ولكن أبي تنهم مردموعه عندما يسمع ياسخدر ولازم نسكت ممنوع أي حدا يتكلم بوجود هذا الالدي كمان إشي دخلت عليه أعرف مين ياسخدر أو أتذكر تصور إنه أحد الأخبار بتقول كلامه قليل زي ما ذكرت ولكن لا يعرف له عدد أبناء أو عدد زوجات وشكرا شكرا وحضرتك رجعت من السعودية لكي اليوم طبعا مشكور بالعكس شكرا لك شكرا لك نحن فتتحنا بيت العود بعد يعني بيت العود تأسس بالقاهرة أسسته سنة 89 ومستمر للآن وأبو ظبي ثاني بيت عملنا 2008 و18 بغداد 2018 2020 بالخرطوم والآن 2023 فتتحنا بيت العود بالرياض هذا هذا الذي دافع عن حلمه وأنا برج الثور بالمناسبة وفينا برج الثور مصر الذي يسوي أحلامك طالما هو عايش فأعني الحمد لله نحن قال لنا شرف الحضور في بيت العود في القاهرة شرفتين وكان من أجمل الجلسات يمكن حوالي 60 عازف عود ونحن قاعدين كم كنا كنا 15 مرأة كنا في زيارة للقاهرة وكربتها وما قصرت على فكرة أول ما سويت في المجمع الثقافي كنا نحن قائمين أول ما ظننا سبحان الله يعني اليوم أنا بالنسبة لي وجودي معاك يعني علاقة أخوة وصداقة ووفاء وامتداد العلاقة الطويلة تعرفنا على الأستاذ خالد بعد فنصار كملت كملت لا والله أنت على عيننا وراسنا ولك مكان كبير بالمناسبة ندعوكم جميعاً بالشهر الأول من السنة لمعرضي رسم تشفون أنه فنان تشكيلي يعني لا تشفون في قلر الاتحاد حسنا نحن قاعدين من خليها مفاجئة سبرايز يعني تفضلي هذا الامتنان لأعماله وبهذا التقدير سوف يبقى إرته واسمه هل هناك فكرة لمبادرة من خلال بيت العود للحفاظ على الإرث الذي تركه كريم العراقي وخاصة أن بيت العود منصة لمواهر شبابية قد تكون أفضل من يكون بمثل هذا العمل وشكراً اليوم كان عندي قبل ما أجي في بيت العود في أبوظبي كان عندي الفنان صلاح الحيثاني وصلاح هو مدير الفني لقلر الاتحاد فخبرني بمعلومة أنه عنده مجموعة تسجيلات نادرة تخص راحل ياس خضر وأعمال كريم كلها موجودة قسم البحوث المكتبة الصوتية وقسم البحوث فقلت لها تجيب لي كل شيء عندك وكل الحاولة ديجتال ونبعث لك نسخة ديجتال تستمتع فيها من الكاسيت إلى الاسطوانة التاب كل هذه الأشياء فأنا اليوم كنا نحكي فيها وفعلاً ليس أبعد من هذا لدينا 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 مشروع الحقيقة لم نتعلن عنه مشروع كبير هو كل العرب يعرفوا كتاب الأغاني أو سامعين بكتاب الأغاني الكتاب الأغاني أي موسيقى يقرأ أو أي قارئ يلاقي الغاز ما مفهم ولا شيء منه أنا فرغت واحد من خريجي بيت العود راح درس أخذ بي أجدي حتى يتخصص بهذا التراث بتحقيق المخطوطات فطلعنا أول أربع أغاني من كتاب الأغاني طلعناها غناء يعني إحنا اليوم راح نسمع اللي كان يسمع هارون الرشيد قبل ألف وشوية نفسها حرف حرف وصوت وطريقة غناء ساحرة فإحنا رايحين إلى أبعد من هذا التاريخ هذا المعاصر موجودة تسجيلاتهم والآن كلها على اليوتيوب وعلى النات لكننا نريد نسويها بطريقة أكثر احتراف وتتبوّب وتتنظم وتصير موقع اللي حقيقة مو بس يا سخضروا في أصوات كثير عظيمة انظلمت مو معدها حق كانت ناجحة جدا بس الزمن سريع والعدد كثر والقنوات كثرت فالتنوع العرض صار كبير كبير الناس ما عادت تلحق على شيء عمره خمسين وستين سنة إلا يعني استثناء أم كالفوم وعبد الوهاب والصنباطي وعبد الحليم يعني مثل اليوم أغنية الهدل صلاح الحيثاني ظهر أن أمت عندنا علاقة مشتركة يعني هو شرح ليها فهمتها يعني أنا لا يسمعها ما ممكن إلا ما عندها اللهجة العراقية وبعدين المعنى الثاني لها الإنسان الفقير يعني يتكلم عن الإنسان الفقير كثير حلوة يعني ما ممكن يعني ما ممكن مضفر نواب أسلوبة لا مضفر شغلة مضفر شغلة كبيرة لو محد يشرح لك عراقي ما ممكن تفهمها يعني لما في حد المعنى حبيت الغنية يعني أضمن لك نص بغداد ما يعرفون ما يقول مضفر يعني الجيل الجديد ما يقدروا يفهموا إلا يسألوا يلا يعرفوا من آباءهم من عمامهم وحد يكون مهتم بالثقافة حتى يفهم مضفر لكن متعة اكتشاف أسرار اللهجات هي تكمن بالشعر تكمن بالحكاية بالنصوص بالرواية بالقصص القصيرة لذلك القراءة في كلمة خلوها معاكم إن شاء الله وإذا همتكم في كاتب عظيم يقول اللي يعيش عمره سبعين سنة ويتوفى ويكون ما قرأ كتاب يكون عاش سبعين سنة حياة وحدة بس اللي يعيش عشرين سنة ثلاثين سنة ويقرأ ألف كتاب يكون عاش ألف حيات فالكتاب من هنا أهميته هو يدخلك بعالم تقرأ أمريكا اللاتينية تدخل في عاداتهم وتفاصيلهم وأدبهم وسلوكهم ودينهم وكل شيء يقرأ على أفريقيا تلاقي نفس الشيء فهو حياة الكتاب حياة أخرى يعيشها الإنسان العقاد قال حياة واحدة لا تكفيني الكتب هي تعيش في حيوات أخرى لا أيب الكتاب اليوم مع الفقرة اليوم لا اليوم لباع أنا شفت ماين شاف شاهدت علي أنا صدمت صراحة مع أني أحب الارتجال أنا طبيعتي أحب الارتجال أتفضل أن العقادة هي ورئيسة المشتقى الهدف إلى نهاية ومكتاب من التسعينات ونوياها كل جزء حتى أيام محقات في الكورونا وتوقف نتوقف 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 هذه غلطة ليكتب المايكروفون للأستاذ للأستاذ ها رد التسأل الدكتور عزة لو سمحتو سامحون أظن أنا ما شوف ترى الوقت في هناك أسئلة في أسئلة هناك ولا الوقت أوكي طبعا مساء الخير مساء الخير وأنا بشكر أسماء ابتداء على أولاد لا يتحدث العربية بكفاءة أو كما يجب والحقيقة وأنا أقرأ عن الراحلين العظيمين جي في ذهني مثلا إحنا في مصر عندنا من عاد إحياء تراث سيد درويش صحيح يعني هذا الرجل اللي توفى صغير في السن كثير في الجنة وهو الذي عرف الأجيال اللي جاءت ولدت بعد أكتر من ستين وسبعين عام بعد وفاة سيد درويش على سيد درويش بإعادة توزيع الأغاني مرة أخرى وهو نفس الأمر العمل وزيادة رحباني مع والدته الفنانة العظيمة فيروز فهل مثلا ممكن يعني حدتك في وسط الكلام ذكرت أن العمل الجيد دافع عن نفسه ولا يحتاج لحمايته هو يحمي نفسه بالقيمة بقيمة بقودته لكن ممكن نخفف شوية من الإقاع الإقاعات الثقيلة بإحنا نعمل إعادة توزيع هذا سؤال أكوني مش متخصصة وشكرا جزيلا على الجلسة الرائعة شكرا جزيلا حضر معكم هو اللي جاوب على السؤال تعرفي هذا الموضوع هو مستمر يعني كل الأغاني الآن حتى أغاني مقدمة عبدالوهاب غنتها ابني كمقدمة موسيقية سوت عليها أغنية كلمات فكل شيء قابل العمل إذا جيت كل شيء ممكن يعادة تغيير يعيد بما يشبه يعني مو إحنا نجي نسوي هو الجيل الجديد هو يريد يسوي وسو عشرات الأغاني إذا كانت لسيد درويش إذا كانت لكل الكبار زكريا قصب كل أعمالهم عيدت برتم اليوم ولكن جوهر محفوظ طالما يريد يرجع يسمع الأصل الأصل موجودة إلى تسجيلات فلا ضرر يعني ما حد يخاف من هذه القصة بالعكس هي ممكن تخلي الغناء وهذه العصر الذهبي ممكن تخلي عصر متصل ما عصر منقطع برحيل رموز مساء يليق بقامات رائعة تجلت في هذه الأمسية الرائعة في بيت محمد بن خليفة الانهيان التي ننتظرها من عام إلى عام لنرى فيها رئيس الملتقى الأستاذ أسماء المطوع التي دائما تفاجئنا بالرائعين بالقامات الرائعة التي هي ما تنقل لنا إلا نقاط الإنسانية المتواجدة بعظمتها اليوم نحييها في مدينة العين مدينة العين تشتاك لك أستاذ أسماء وأنت كالقمر يطل في سمائها ونشكرها باسم مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الانهيان الثقافية والتعليمية باسم رئيس مجلس إدارة المؤسسات سمو الشيخ الدكتورة شم بنت محمد بن خالد الانهيان حفظها الله والشكر خاص لأنها عضو فعال وهام في مجلس شم محمد للفكر وعضو في مجلس إدارة المؤسسات شكرا لها أنها أتحت لنا الفرصة لنلتقي برائع من الرائعين العراقيين الذي انضم إلى القامات الرائعة الموجودة بيننا أطال الله في عمره الدكتور نصير شم أنا سعيدة بلقائك لأول مرة وإن شاء الله لن تكون الأخيرة شكرا 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 ما قصرتي الله حبتك ما شاء الله أنت قامة كبيرة ودعما نحن نقتدي ونتعلم منك شكرا لك أنت أستاذتنا وأنت قدوتنا حبيبتي الله سلم في سؤال أستاذ نصير شم أنا ما أحب أختم معاك صراحة لما كنت جهز الجلسة كنت جدا أول مرة أكون مربكة لأنني أقول كيف أقارن كبير بكبار لأنه كانت الخوف من الجلسة اليوم لأنني قلت ما ممكن أتكلم عن قامتين ومعاي قامة أكبر روحك الجميلة وإثارك للغير ومثل ما تفضل أخ وحبك ومع صوت الأرض ومع النهر الثالث اللي هو بموازات الدجلة والفرات أنا سعيدة أن لما خدت الجائزة كلمك الرئيس العراق يهنيك بجائزة الموسيقار حصلت عازف العود العراقي جائزة شخصية الأكثر تأثيرا في العام العالم المقدمة من المنطقة النظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي أنا كنت سعيدة يعني كأني أنا خدت الجائزة وبعدين أنا حطيت إضاءات على بعض الجوائز اللي أنا شوف اللي في نظري حسيتبه أنا اليوم مخذ الجانب الإنساني أن اليوم تخصصت في الجانب أول لقب بفنان يونسكو للسيام عربون الوفاء والتقدير من فوضة سامية لشؤون اللاجئين تم تكريمهم ثمان مرات بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون وهذه معمرة صارت سابقة في تاريخ التكريم الفني ثمان مرات آخرها عام 2000 وسام الأكاديمية البريطانية عام 1998 درع رمز النضال الفلسطيني في احتفال يوم الأرض في تونس عام 1992 يعني أنا ركزت على من 70 جائزة على الجائزة التي سيتبها اليوم تمثل الموسيقى والدكتور نصير شمى الإنسان وسمح لي اليوم أني أنا اطرقت بس على جانب الإنساني والتي توج هالشيء لما شفت أنك أنت ركزت كثير في دراستك على الأدب الصوفي وتأثرت بين عربي ورابع العدوية والششتري والسام عهودي وغيرهم من عظام حسيت هالروح الشفافة بين الموسيقى وبين الروح الشفافة وبين التدين وبين الوسط الإنسان الوسط الجميل اللي يمثل رمز لكل واقع أنا أمثل رمز لأنا وأعتقد لكل الحضور الموجودين وحتى للأجيال القادمة أنا أعتبرك رمز وطني تمثل العالمية وتمثلنا نحن شخصية كالشخص العربي وأنا سعيدة اليوم وأعتقد أنا بالنسبة لي يوم تاريخي أني أكون أنا جالسة جنبك أو أسفة إذا كان شوي النقاش والحوار الشعر أنا أقوله لازم يشعر قولي له هل أثر فيك في الموسيقى أو في بعض المقامات هي الموسيقى التي أخذتني لهذا العالم كنت ولد صغير أتمرني 110 ساعات موسيقى 12 ساعة الدرجة أنه أنام ويأتي حد من العائلة يريد يسحب العود في الزرق فورا فقلوا لا بس أريدك تقوم تنام بهذه الدرجة لأنه كنت أعرف أنه العمر واحد ما يكفي ولذلك علمت كثير طلبة في كل مكان حتى كل واحد يأخذ بجزء من الحلم ويكمل ويكمل مستقبلا معه لذلك زراعة طلبة في كل مكان بالعالم لأنه أعرف أنه مهما أبدل من جهود ما يكفي عمري لأن أكمل كل الأحلام اللي براسي فوزعتها على عدد كبير من الطلبة والحمد لله اليوم كلهم موجودين ما زالوا في بيوت العود حولي وفي الأشياء اللي أسويها في برلين عندي أيام الموسيقى العربية هي في الحقيقة أيام من الثقافة العربية يعني كل سنة ندعو الشعراء قصيدة النثر اثنين رسامين سينما وركزت على المرأة بكل الدورات وسويت دورة خاصة للمرأة العربية ونجحت دورة السابعة خلصت في سبتمبر الأحلام لا تنتهي وحرب الأنا لا تنتهي أهم شي أنا أعتقد بمسيرة الإنسان في أي محفل لا فقط في الفن أنه يحارب الأنا فيه متى ما قضيت على الأنا راح تبدي تعرف تعطي وراح تبدي تعرف تساعد الآخرين وتساعدهم مو بضرورة مادية أحيانا توجهها بس لطريق صح أو تشجع باللي هو دي سويه ما تحس أنه ليش فلان أنا لازم أكون أحسن فلازم أبعد لا الأرض فيها مساحة للجميع وقد ما علمت من طلبة وعطيتهم كل شي بدون أي فيتو أي حدود ولا واحد منهم أثر على شي بالنتيجة كلهم ناجحين ولا واحد أثر على نجاحي أو على وجودي فالقصد أنه الصوفية تعلم أشياء كثيرة جدا الصوفية هي منهج حياة هي كلمتين هي التخلي والتحلي تتخلى عن الدنيا وما فيها من مباديات وتتحلى بعلاقتك بالسماء بالله بالخالق بهذا الكون العجيب فالفكرة الصوفية هي هذه الكلمتين بس اللي يعرف هي كلمتين من أصعب ما يمكن على فكرة أنك تتخلى عن كل شيء بالدنيا وما يعود في شيء همك اليوم عندك درهم أو عندك مليون نفس الشيء ولا رح يفرق ولا رح يأثر لأنه مو هذا وجودك سبب وجودك في الحياة سبب وجودك أعلى بكثير من الفلوس ومن الماديات ومن الجام من كل شيء لذلك الناس تذكر الرموز اللي أعطت للبشرية في جوانب إنسانية كبيرة أنا شفت أن الحياة هذه منحة منحنا فيها لأن القنابل كانت تنزل بهذا الشارع وبهذا وبهذا وقبل لحظة غادرنا المكان إجا صاروخه وانفجر فأني يعيش واحد بعد كل هاي الحروب هو أعطوه وقت إضافي أنا أعتبر أعتبر أنه أنا عايش بوقت إضافي بعد الثمانينيات والتسعينيات وكل هاي الحروب اللي شفناها وجنود أنا كنت جندي سنتين خدمة الإلزامية فأنه أكون عايش فعرفت أنه عندي سبب أن أكون عايش والسبب هذا سخرت لأشياء أنا مؤمن فيها ما حبت تكلم عنها لكن أحب أنه أشوف نفسي في هذه الخانة أكثر من الفن كله والفن رسالة نبيلة جدا من الإسمايلي وشرف عظيم وتكليف الموهبة توهب من الله هو من الوهاب هو الوهاب جاي الكلمة مشتقة من الوهاب فأن يميزنا رب العالمين بموهبة فهو هذا مو حتى نكون أغنياء ولا حتى نتمنظر على الناس لا حتى تأدي دورك المهم الدور ممكن يكون بالجمال الصافي اللي تقدم للمشارية بجزء كبير من اللي تحصل يروح لهذا وبالتعليم وبالمشاريع الخيرية وغيرها وغيرها قد ما تقدر لما رحت لجائزة السلام العالمية استلمها في الفلبين في مانيلا نحن عشر أشخاص قاعدين على المنصة على المسرح بجنبي رجل جميل جدا كبير بالسن فتبادلنا الحديث قلت له أنا ملحقت أقرأ لأنه وصلت من اليوم وصلت الصبح للمانيلا فملحقت أقرأ حضرتك بأي مجال قللي والله أنا ما استحق هاي الجائزة أنا إنسان بسيط أنا طبيب جراح كل اللي عملت أني سويت مدارس قلت له كم مدرسة قللي سبتين مدرسة قلت له أنا شعمل هنا قلت له شعمل هنا يعني فمهما تعطي في ناس أعطت أكثر لكن أن تكون سبب في أن تزرع جمال وأن تزرع خير وتزرع عطاء في كل مكان هو هذا سبب قيمتنا الحقيقية أنت تعطي مو حتى تتفضل حتى تحس بأدميتك حتى تقول لما يكون عندك لما تكون غني وتعطي طبيعي لكن لما تكون أنت يا دوب مكفي نفسك وتعطي هنا هو العطاء الحقيقي هنا هو الذي يجعل ك تحس أن أنت الحمد الله وشكر أنا لا أحب الفلوس لا أحب الدنيويات لا أحب الحياة لكن لا أحب التمسك بالماديات الحياة فهذا درس درس الإنسان يدرب نفسه عليه وهو مثل بالفن التشكيلي الحديث هو قتل المعنى هو بنفس الشي قتل الأنا الأنا تصير الكل تصير الأنا بالكل والكل بالأنا ما تعود وحدي أحكي عن النفس ولا لازم تشوف أنت مكانك من الآخرين ومن اللي أعطوا للمشارية كثير وين أنت أنا ذاك تعرف لذلك العلماء يتواضعوا يقولوا تواضع العلماء تواضع العلماء اللي يقول ابن عربي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة السهرة مو السهرة وردي ولا ابن عربي ليغ لا ولا الحلاج كلما أعتقد السهرة وردي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة كلما الإنسان عرف أكثر كلما يسكت أكثر يخجل من حجم العلم وحجم العطاء وحجم الدنيا وهو أفتكر نفسه عارف كل شيء لا نحن ولا شيء في هذه الحياة نحن مجرد مرور عابر كل واحد يسجل شهادة الإنسانية في هذه الحياة ويمضي لكن يبقى أثرة يبقى جمال تأثير على الناس يبقى عطاءها يبقى خيرها هذا اللي يقولون الإنسان وهو رايح يدفن ثلاثة أشياء عملها وعائلتها وأصدقاءها اثنين يرجعوا ويبقى بس عملها فاللي يشوف الحياة بهذا المنظور حتى الموت يشوفها بطريقة جميلة لا يقعد بعد يخوف أحد لأنه هو أنه يعني أنا اليوم أشوف كل الراحلين بدينا تكلم عنهم وأصدقائنا أشوفهم بمنظور أنه هم شايفين نحن ما شايفينهم يعني كان مرئي وراح لعالم غير مرئي بس لا أكثر ولا أقل فأنا شكركم على حصن الأنصات على وجودكم وسعيد جداً بهذه الظروف الحلوة المحيطة بينا وبالمكان وبحضرتك أستاذ أسماء يعني كل الحب وكل التقدير نشكر نشكرك أولاً ونشكر مركز محمد الشيخ محمد بن خليفة النهيان على المكان الجميل الراقي اللي دائماً الواحد يستنى سنة لسنة ليحضر له أشكر مركز اللغة العربية وأشكر إيمان الحمادي اللي مكاسترت على التواصل وعلى اختيار هالموضوع أني يكون لقائم معاك يعني وقال لها عطيتيني موضوع يعني مرعب بالنسبة لي لأنني ما ممكن أن أقعد مع أفلاقش وأتحور مع الموسيقار الكبير العالمي الإنسان مثل الإنساني النصير الشمى وشكراً لكم وسمحوا لي على أي قصور ونتمنى إن شاء الله نلتقي دائماً وأبداً وشكراً على إن شاء الله ما طولنا عليكم بس شكراً شكراً لكم